شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس شهر رمضان أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أيامه ولياليه أحذر نفسي وإياكم من الفضاضة والغلظة أحذر نفسي وإياكم من الفضاضة والغلظة فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لرسولهم تبع قال تعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فالفضاضة والغلظة تنفر الناس عنك بل فضاضتك وغلظتك مع زوجتك يجعلها تطلب الطلاق منك فماذا عساها أن تجتني منك وأنت فض غليظ مخيف في البيت مزعج مقلق قد تصبر يوما قد تصبر شهرا ولكنها لا تصبر سنوات طويلة وتدخر لك المآسي التي صنعتها معها وتدخر لك سيئاتك التي صنعتها معها فضلا عن عقابك يوم القيامة فكن رفيقا لا تكن فضا غليظا ولا تفرك مؤمنة لا تفرك زوجتك ما معنى لا تفرك وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر لا تظن أن زوجتك ستكون موافقة لك في كل ما تريد لن تكون زوجتك هكذا فالنساء لم يكمل منهن إلا مريم وآسيا عليهما السلام أما الرجال أما الرجال فكمل من الرجال كثير النساء ناقصات عقل ودين في الجملة فلا تظن أن زوجتك ستأتي على الوجه الذي تريد بل وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا بالنساء استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع إذا ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج وفي الحديث الآخر إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج فلزاما أن ترى في الزوجة خللا لزاما أن ترى نوع من أنواع الخلل قد تكون الزوجة من أسرة طيبة فاضلة ولكن ليست بالجميلة التي تريدها وقد تكون جميلة ولكن أهلها شريرون مفسدون وقد تكون جميلة وأهلها طيبون إلا أنها لا تجيد الطاهية لا تجيد الطاهية ولا تحسنه قد تكون مجيدة للطاه جميلة وحسناء وكذلك من أسرة طيبة ولكن لسانها حاد شديدة عليك ليست بالرحيمة بك قد تكون على خلق طيب ولكنها لا تنجب فكما قال الرسول لا يفرق مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ولا تظن أن زوجتك ستكون أفضل من زوجة رسول الله التي أسر النبي إليها حديثا قال لها لا تخبري بذلك أحدا قال لها ذلك فماذا كان خرجت وأخبرت بحديث رسول الله بسر رسول الله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه أخذ فريقه من العلماء من هذا القدر من الآية أصلا وهو أن الزوجة إذا أخطأت عشرة أخطاء وأخذها في خمس وأعفو لها عن خمس لأنها قصة عقل ودين فكما لا يخفى أنك تتعامل أمل مع الرجل العاقل بطريقة ومع الطفل الصغير بطريقة ومع النساء بطريقة ومع الشيخ الكبير الهرم الذي بدأ يخرف بطريقة فالنساء لهن أيضا طريقة في التعامل فلا تظن أن الذكر كالأنثى كما يقوله العلمنيون الذين جائلوا سنة الله في الخلق وربنا يقول وليس الذكر كالأنثى وهم يقولون بالمساواة بين الرجل وبين المرأة فيقول إن الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء لأمرين ذكرهم الله سبحانه بما فضل الله بعضهم على بعض الجبلة والقوة وبما أنفقوا من أموالهم فالمرأة بجبلتها ليست كالرجل في القوة فلماذا تكلفها بما يكلف به الرجل القوي تكون قد ظلمتها فأيقن أن الرجل ليس كالمرأة أن الذكر ليس كالأنثى فلذلك إذا أخطأت المرأة في عشرة أخطاء آخذها في خمس واعفوا لها عن خمس أقد وردت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عرف بعضه وآرد عن بعض وها هي أمنا عائشة أذكروا بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معها في موطنين الموطن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة وكان من شأنه أنه حسن العهد لا ينسى المعروف فكانت زوجته خديجة رضي الله عنها لما ماتت أحسنت إليه صلوات الله وسلامه عليه وآزرته بمالها وواسته بنفسها وكذلك كانت معه في بدايات الدعوة إلى الله فماتت رضي الله عنها وقد رزق منها الولد فكان لا ينسى لها معروفها ويحسن السناء عليها ويقول خديجة خديجة في معرض السناء عليها وإن جاءت قريبة من قريبتها تستاذن قال تذكر خديجة تأتي هالة بنت أخوي للتستاذن أخت خديجة فيقول اللهم هالة ويتأثر بقدومها وتذكر هالة بأختها خديجة رضي الله عنها وكان إذا ذبح الزبيحة يقول أرسلوا إلى أصدقاء خديجة رضي الله تعالى عنها فغارت عائشة من هذه الأحداث التي فيها ذكر خديجة خديجة فقالت خديجة خديجة ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين تعني أن أسنانا سقطت من فمها من شدة الكبر ولم يبق إلا لثة الحمراء خديجة 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 امرأة عجوز من عجائز قريش امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها فيبتسم النبي ويقول إني رزقت حبها ولكن لا يشتد على عائشة في هذا المقام لأن الحاملة لها الغيرة ولكن في موقف آخر عائشة تقول عن صفية بنت حيي براتها حسبك من صفية هكذا تشير إلى أنها قصيرة هنا اشتد النبي على عائشة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته بماء البحر لمزجته أي أنها تلوث أو تكاد أن تلوث ماء البحر لو خلطت به فالشاهد أن التعاملات مع النساء تحتاج إلى رفق وتحتاج أيضا إلى اعتدال للتقويم فكن رفيقا في بيتك ولا تكن فضا ولا غليظا وأعود مذكرة لن ترى صفات الكمال في امرأتك فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أذكروا بشيء من أمرهم زينب بنت جحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين جميلة في غاية من الجمال عابدة مجتهدة في غاية من الاجتهاد في الأبادة لدرجة أنها تربط حبلا في السقف وتقوم تصلي في الليل إذا تعبت تربط نفسها في الحبل حتى لا تسقط متصدقة محسنة تشتغل بيدها في البيت تمع سلمانية تدلك الجلد تمهيدا لدباغته حتى تأتي بأموال تتصدق بها لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع كن لحاقا بأطول كن يدا فكانت نساء النبي تذارعنا أي تهن أطول زراعا فكانت زينب هي الأطول كانت سودة هي الأطول زراعا لكن لما مات الرسول ماتت زينب أولا فعلموا أن طول الزراع إنما يراد به طول اليد بالصدقة الشاهد أنها كانت دينة عابدة صالحة رضي الله عنها جميلة نسيبة ذات نسب فيها بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها أميمة أميمة بنت عبد المطلب فذات مال ذات جمال ذات نسب ذات عبدين الله زوجها النبي من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات ولكن كان بها شيء كانت بها حدة تعتريها في لسانها حدة تنهال على الشخص ثم تسرع الفيئة منها يعني إذا صدر منها كلام شديد ترجع تستغفر الله وتعتذر عما بدر منها لكنها جبلة جبلت عليها قد يصبر عليها شخص وقد لا يصبر لذلك جاء زيد يشكوها إلى رسول الله فقال له الرسول أمسك عليك زوجك واتق الله لكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى البقاء بينهما قل رفيقا أسماء بنت أبي بكر تسوس فرس الزبير تعلفه تأتي له بالطعام ترتب أمورا كثيرة للزبير ولكنها تقول كنت لا أحسن الخبيث تخبز يطلع خبز خربان ماذا كنتم تصنعون كانت لي جارات سوء عفوا جارات صالحات يخبزنا لي أيضا عائشة جميلة وحسناء وحميراء حمار ببياض كما يقولون وزكية في غات من الذكاء وذات نسب وبرها الله في الكتاب العزيز ولكن غيرتها شديدة جدا ولم تنجب للرسول عليه الصلاة والسلام فكن رفيقا كن حليما لا تكن فضا لا تكن غليظا فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك كذا قال الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإذا كان لأحدكم سؤال فليطرحه بارك الله فيكم شكرا ماذا يفعل الرجل لو كان في طبعه حدة ماذا يفعل الرجل الذي في جبلته حدة عليه أن يسأل الله أن يصرفها عنه فإن الأخلاق الكريمة تتأتى بسؤال الله وعليه أن يجتهد أن يجتهد ويتدرب على الرفق فالأخلاق الكريمة تنال بسؤال الله وبالتدرب عليها تتدرب على الأخلاق الكريمة فيجاهد نفسه قدر الاستطاعة إذا غضب يجلس يتوضأ يتجع لا يجلس في المواقف التي فيها إثارات والله أعلم جزاك الله خيرا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم عوان عندكم أسارة عندكم المرأة أسيرة عند الرجل لأنه هو الذي يطلقها هو الذي يبقي عليها تسمع وتطيع له ولكن طبعا أنت تعرف سير الأحكام إذا أرادت أن تختلع اختلعت بالضبط المعروف بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة